الرقاس الأخير، إصدار جديد يرى النور بقصر بلدية باريس للمؤرخ الأنثروبولوجي المغربي عمر بوم الإصدار الصادر باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية في إطار دورة 30 لمعرض الكتاب المغاربي يحكي قصة آخر رقاس بالمغرب قبل ظهور خدمة البريد هذا المشروع هو مزيج من الإثنغرافية والتاريخ حيث حاولت من خلاله صرد قصة جنوب المغرب من خلال أشخاص عاديين مثل والدي الذي عمل كرقاس وبالإضافة إلى تكريم والدي ومنطقة الأم طاطا بجنوب المملكة تهدف هذه الرواية التاريخية إلى تعريف الأجيال الشابة في العصر الرقمي بمهنة غير معروفة اليوم وهي مهنة الرقاس هو مؤلف يروي قصة تربط بين ثلاثة أجيال ويربط بين تاريخهم العائلي والتاريخ الكبير للمغرب كما أن الإصدار الجديد لعمر بوم يروم تقريب الشباب من مهنة الرقاسين الذين كانوا يحملون الرسائل سيرا على الأقدام